قالتوا بتكرهوا الاولياء وابن تيمية ذكر الكرامات شوف اللخبة نحن هم نكره الاولياء نحن نحب الاولياء نحن لكن الولي من المؤمن التقي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا شنو يتقوا ونازق دين ما اولياء عشان تقول لنا بتكره الاولياء زول بقول غير الله بنزل المطر زي الخنجر زول بقول الشيخ بده المطر دا دا نحبه زول بقول الشيخ بد الجنة دا نحبه كيف وده ولي كيف لله سبحانه وتعالى زول بقول غير الله بيعلم الغيب زول بحلف في غير الله زول في الشدائد بنادي غير الله دا كيف يكون ولي لله سبحانه وتعالى هؤلاء ياولياء الشيطان كما قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد طيب نحب الاولياء بحق يبي بكر عمر عثمان علي وما خاصة الولايب الصحابة ليل الليلة في اولياء ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق الى خيره لكن الولد منه المؤمن تقي زور رأينا فيه التقوى وكذا يعني ظاهر الخير الى خيره والايمان والتوحيد وما يدعو غير الله عقيد صحيحا نحبه في الله سبحانه وتعالى وبنقول نحسبه ولي والله حسيبه نحسبه لان الامان في القلب بعد ذاك في الجوارح والايمان والتقوى وين في صيح مسلم التقوى ها هنا ان تظهر في الجوارح بالطاعة وترك المعصية نحن بنقول نحسبه والله حسيبه فلا تزكوا انفسكم واعلموا من التقوى اما الكرامات الكرامة جماعة ما بتخالف القرآن دي ابنة ثبتة كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها ازقا دي كرامة ما انكرنا اصحاب الكافزات في كرامة ناموا تلتمية وتزعة سنة او ساجدين تلتمية وتزعة سنة دي كرامة امر خارق للعادة لكن دي ما صادمة القرآن ما في كرامة الدجنة تقول اي شي بس تعلقوا في الكرامة انت الصادمة القرآن عديل الله قال افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون تقول ليش الشيخ بيخلق وبيدي الجنة وبيقلب البيت ولد ليه وسلم يا ولد القلب البيت ولد وتقول لي دي كرامة دي ضد القرآن كرامة ما عليش هزول مؤمن تقي رقب البحر السفينة انقلبت ولا غير قد لقى نفسه في القيفة دي كرامة امر خارق للعادة ما في شكال لكن دي ما ابتصاد من القرآن كم بيعلم الغيب دي ابتصاد من القرآن وما كان الله ليطلعكم على الغيب في امتى المزالة ميز الكرامة دي ما ابتصاد من القرآن